السلام عليكم مشانسين معاكم هندوس مايك العادل وان شاء الله في الفيديو النهاردة هنكمل رسم الشبكة عندنا اللي موجودة بداخل الروف زي ما قلت لحضرتكم لو انا عندي جهاز موجود في ليفر عالي زي جهاز الفان كوي يونيت كده مقس المصورة بتاعته عشرين هاجي ارسم هنا مثلا بمقاس العشرين اهو ادي ابدأ من هنا الاول لو انا رقيت هنا عندي الجزئية الخاصة بالسناب كروزر المقفولة بادوس عليها وادوس ببدأ من هنا لحد النقطة هنا وبجمع لحد هنا كده بعد كده بدوس وابدأ ارسم تاني بس بختار اوكي برضو بمقاس عشرين ببدأ من هنا برضو بنفس الفكرة اطلع لحد القوع واخش على الجهاز بتاعي بعد كده اخش هنا اللي كانت موجودة اول وبشيل ده هنوصل ده وده ازاي هندزل هندوس ونختار امر ونختار يعني هطلع بقوع في اعلى بأختار دي باجي هنا قلمس بعدها قلمس outcomes اهو بعدها باجي قلمس 30 تاني والمين منطقي حضرتك طلعت هنا في الاعلى ومشيت يبقى المصورة دي والمصورة دي في نفس في العالي والمصورة دي والمصورة دي في نفس في الوقت يبقى المصورة دي عالية فلما يجي اعمل كروسنج هكت من اللي في اللو اللي هي دي اللي دي اللي في الهو بعد كده اجيب المس ديت ادوس مصطر عشان يعيد الامر تاني والمس هنا انت اسجب لكن حضرتك لو احنا رايحين عشان نوصل على مجموعة زي دي كده فحضرتك نازل للمعدات دي في اللو لان بتتحط على الارض طب هنمشي ازاي هندسة اقول لك يا اما هتنزل بجوه داون عشان انت بتنزل مش بتطلع لفوق يا اما تطلع بقبس ما عنديش مشكلة لو عندك سامحية انك تنزل لتحت يعني تاخد التي ويبقى الالبو اللي خارج من التي لتحت هيبقى مصلحة معك انك بتقرب من ديفل الجراوند طب لو ما عنديش امكانية لده لان ممكن الشخص اللي ماشي يخبط في المصورة او يتقون في ليفل منخفض خلاص اطلع بقب ولما تعدي الحيطة دي يبقى انزل داون طب نشوف مع بعض هاجي ابدأ ارسم المصورة بتاعتي اللي بدأ من هنا بكتر مية خمسة وعشرين ام ادي اهو المية خمسة وعشرين ابدأ ارسم من هنا كده لحد هنا انت عديت الحيطة خلاص وانت في هاي ليفل تيجي كليكي مين تقول له جو داون انزل لتحت وكمل رسمة عادي هابدأ اكمل لحد هنا بعد ما اخلص اول مكنة ابصة الاقي المقاس هنا بقى كام مية خمسة وعشرين لسه زي ما هو بعد كده دول لسه زي ما هو مية خمسة وعشرين بعد كده بقى مية يبقى اجي هنا كليكي مين موديفاي ديامتر اخلي مية اوكي كونسنترك وكمل بعد البرانش دا بقى تمانية يبقى اجي هنا كليكي مين موديفاي ديامتر بقى تمانية اوكي كونسنترك لحد هنا وكذلك هنبدأ نكمل باية رسم الشبكة بتاعتي يمش دي نقطة الخلاف خالص طيب بالنسبة للخط التاني اللي هو خط الريتيرن بتاعي هعمل في ايه هندسة بنفس الطريقة هبدأ ارسم خط بتشيل دغوط الريتيرن بنفس المقاس اللي هو بادئ مية خمسة وعشرين هاجي ابدأ من هنا لو لقيت المسرطين جنب بعض ممكن ابعد شوية كده وكمل لحد نفس النقطة دي اتشان يبقى المسرطين النسلين جنب بعض في نفس النقطة اقول له جو داوين بس مش داوين ورز جو داوين بس واكمل رسم بتاعي لحد النقطة اللي حصل عندها الريديوسر هنا اهو اجي لحد هنا اصبح مية المية اللي هي دي بعد كده افضل نكمل زي ما انا بعد البرانش ده هنا كده تقريبا اصبح تمانين كمل معايا لحد هنا وقفل وامسح دا مش عايزه في حاجة طيب دلوقتي هندس هوصل دي بدي ازاي قلتلك لو انت عايز تضمن الامر بكل ارياحية اطلع باب فهتقول لي تي امر كونيكشن اب هالمس البرانش وهالمس المية هدوس مسترط وعيد نفس الامر تاني هالمس البرانش والمية اترسم دي اللي بقت في الليفل عالي فاعمل هنا في اجي اقول قط قط اللي في اللو الاول لما اتضع عارض معا في الهاي دي وبعد كده ادوس على اند المس ديت مستر تاني وادوس هنا طيب كده انا عديت في كوعة نزلت بعد كده هعمل ايه هكمل وادي كل مكان البرانش بتاعها وخلاص طيب انا كده نزلت في الارض مسلا خلص يعني خلتها في المكان ده الاول بتاعه اعلى من شوية هقول لك عادي ما تطلع من دي بقب لكل مكانة يعني المسورة اللي هنا ديت اطلع بتي قب وخش على المكانة وهنا كذلك اطلع بتي قب وخش عالمكانة وخلاص ما انت كده كده خليت ما صورة السابلاي والريتيرن دولت في الارض اطلع بقبل كل ايه لكل مكانة جميل جدا كزلك الخطين دول الخطين دول كانوا مكملين معاك في محلين لما kg هنا احنا عايزين نكمل لمجموعة والفان كويل زي اللي هنا دولت تقول لي أن دvolito لأ هنا مفيش فان كويل اقول لك اتأكد الاول لان لو في فان كويل لازم تفضل مكمل في العالي طيب لو ما عنديش فان كويل وكلها اير هاندلينج يبقى انا عادي انزل في اللو ليفل اجي بص الاقي كل دي عبارة عن مجموعة اير هاندلينج يونيتس موجودة في المشروع عندي مفيش خالص فان كويل طيب هل يجوز اني اجي هنا واقول جو داون واكمل في اللو ليفل اقول لك لأ اقول لك لو نزلت بالجو داون في المنطقة دي هيبقى اللي داخل الباب شايف قدامه مسورتين نزلين لتحت وده مش افضل تصور او مش افضل شكل يحصل هنا ومال الي المفروض يحصل المفروض ان انا كوه عادي جدا لحد مثلا النقطة دي ولا يكن خلاص انا كده عديت المجرى بتاع الباب اللي هي النقطة دي كده فانا بقيت موجود في النقطة دي تقريبا اقدر هنا اقول لك ليكي مين جو داون فينزل بالليفل وكمل عادي بعد كده اهو لكن هنا لما يجي اقول له للخط ده وافضل ما يكمل وليكن لحد هنا مثلا او هنا اي ان كانت المسافة برضو هفضل ما يكمل بقوع عادي في الهاي ليفل يعني انا لحد هنا في الهاي ليفل عشان اعدي الباب واعدي مجرى الباب او مصار الباب بعد كده كليكي مين هقول له جو داون عشان ينزل وكمل في الرسم وشوف بقى انا هكمل رسمي ازاي وخلاص انا بقيت برضو في اللو ليفل واي مكان عايز اوصلها هطلع بقب طيب عشان الناس تتخيل او تكون فاهم معايا قصد ايه بالقب المصورة دي قلتلك وطيها خالص في الارض وطيها خالص في الارض خليها في لو ليفل والمصورة دي بمقاس خمسة وستين ارسم معايا مصورة بمقاس الخمسة وستين اهو هادي مثلا من هنا لحد هنا لحد ما تخش على الماكنة ساعة كده اهو ده ليفل الماكنة اللي انت عايز تحققه تيجي داني ترسم لي زيها سابلاي خمسة وستين من هنا لهنا 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 ونمسح دول اللي هما المصورتين بزوعة دولت اللي هما القدام وهمسح دول برضو هنوصل بتي اب وده برضو لمناسبة لمساحه القديم وده لو عايز تمسحه برضو مساحه خلاص هندوس تي واختار اب ده الابة هو المس البرانش ولمس المية بس انا كده طلعت من المصورة اللي في الارض اللي انا امرقالها في الارض للمصورة اللي انا عايز المنسوب بتاعها يكون منسوب الدخول على المكنة بس خلاص بعد كده تعمل وتقطع مين مع مين تقطع اللي في اللي لما يتعرض مع اللي في الهاي لفل بعد كده تقوز اند مصطرة اند تلمس هنا وتكمل طبعا بايتي الشبكة بتاعتك لو انت عايز تبدأ ترسم الشبكة بالكامل وتعمل بتاعك طبعا ده بحجم كبير بسكيل كبير محتاج تركيز في كل لفل انت هتحدده طب يا نداس انا لما باجي حدد للمواصير لو انا افتردت ان انا عايز حطه بحاجت بناء على ايه بناء على يعني لو انا عايز حط للمصورة دي اللي هي المصورة اللي في Keeping Up احنا اتفقنا انها هتكون في قليل عالي فوق مستوى الباب انا قدت لك الباب رتفاعه اللي يكون اثنين متر انا عايز بتاع المصورة يبقى فوق الاثنين متر فرضا لو انت قلت اثنين متر عشرين ده البوتون المصورة كطرها ثلاثين او تلتمية مل Turks نوسها خمستاشر, يبقى تجمع الخمستاشر سنت دولت على المتر. يبقى تجمع الخم giàشىال الخمستاشر سنت دولت على الاثنين متر وعشرون. صح? او الاثنين متر مسلا خمستاشر. يبقى انت عايز تطلع فوق الاثنين متر ونص. وبنكتب here انا ايه تقريبا كده? ان البطاقة ب радиพه 2.5 متر. طيب لو ده سنتر اوف بايب خلي بالك احنا مش بنكتب اكتر من كده بس عشان تكون انت مجمع معي لو انت عايز تجيب البوتوم اوف بايب اللي بنسميه انفرت ليفن بس يعني ايا كان عشان بس ينكون واضحين البوتوم اوف بايب اللي هو بطنية المصورة من الارضة الدي ايه هتقول لي هشيل نص الكتر هشيل نص الكتر يعني لو المصورة كترها تلتمية هتشيل كم مستاشر نصر لفتين فتبقى اتنين بوينت تلاتة خمسة ده البوتوم بتاع المصورة فده اكيد هيكون اعلى من اي باب موجود في المشروع صح كده يبقى انا كده تمام يبقى انا كده كل الخط بتاعي كل ايه اعملش دعب البوتوم تاني خلاص كده انا بابشي كل شغلي بالسي او بي اللي هو سنتر اوف بايب كل الخط ده وكل الخط ده لحد اخرهم بالطول الكامل ليهم على سنتر اوف بايب اتنين متر ونص وبالتالي المصورة دي بدام هي خارجة ستريت منها فالمصورة دي خارجة على اتنين متر ونص فدي مشي اتنين متر ونص كده بعد كده هنا نزلت نزلت مسلا للفل نص متر مسلا يعني نزلت مقدار ارتفاع اتنين متر بعد كده كهوعت ودخلت على المكانة طيب ده اتنين متر ونص خلي بالك برضه اللي هو ده ولكن دي مش اتنين متر ونص دي خارجة من المضخاط واللي يكون متر ونص من الارض. يبقى فرق الهاية هنا كام متر بس. فانت النقطة دي لازم توضحها على اللوحة بتاعتك. طيب احنا هنا بس ما وضحناهش الجزئية دي. انت هنا بتاعت ممكن توصله وممكن توصله مش فارق لان ما فيش اصلا كلاش في النقطة دي. فانت لو جيت قلت عادي جدا كده ورسمت ده. وبعد كده المين هيعملها لك عادي. لكن دي اجباري طالما انت عارف ان المصورتين دول اللي هي مصورة الريتيرن ومصورة ساعتها لازم تعمل يا تي اب يا تي داو. انا هعمل طبعا تي اب عشان ابقى شغال على نفس السيستم. طيب يا هندسة انا عندي سؤال. لو انا هطلع بتي اب ده ده. اصبح السنتر اوف بايت بتاع دي كامل لو انا عايز احسيبه. اقول لك تعالى نرسمه مع بعض. تقول لي ازاي هندسة? هقول لك تعالى. الاتنين هم بعض هعمل لهم الكوبيه. بص يا شونتس. لو انا جيت هنا في البعيد وحطت المصورتين دول كده جنب بعض بالشكل ده. انا عايز اوصل مسلا المصورة دي بمصورة موجودة هنا كده. هعمل ده ازاي? طبيعي محدش هيقول لي ان احنا هنوصل يمين. هطلع لفوق الاول وبعد كده اخد يمين. والمصورة بمقاس متين وخمسين. فمش هينفع ان انا امسك من هنا وامشي يمين كده على طول. لازم ابدأ من هنا اطلع لفوق وبعدها همشي يمين. اهو. عمل له الكوعه. اصبح غزب عنك يا هندسة الكوع ده هيرميك مسافة كبيرة زي ما انت شايف كده. هطلع لفوق كده. تقوله ارسم لي تاني مصورة بمقاس جامع. متين وخمسين امشي من هنا. مسلا لحد هنا. حتة صغيرة كده. بعد كده هتيجي تقول تي. وتختار شكل التوصيل اللي هو ده. تلمس بتاعك بعدها تلمس المين. طبعا المين مش بنفس الكتر. تقول لي ليه هندسة? اقولك لان ده الهضر اللي كان بمقاس متين بس. بس مش دي نقطة الخرافة. ممكن نمسح ده عادي جدا ونرسم واحدة بمقاس الايه? الميتين اللي احنا عزينا. خلاص? لو انت عايز تعمل ده. ارسم هدر ازاي? هرمس النقطة دي اللي هو الرايزر. واقول له بمقاس متين وخمسين اوكي برضو. وهلمس دي. اخب. وهجي امسح ده خالص. وهمسك دي. اعمل لنها كوبي جنبها للريتير. اعتبر واحدة بقى واحدة. بعد كده هاجي امسك ده كله كده. واعمل له من هنا لحد هنا. حلو. يبقى انا كده بشانسين مقبر مقبر على في حقيق الفرق ده. اللي رمهولي مين? الكوع. يجي حد يقول لك ما ينفعش اوطو عن كده شوية. اقول لك ماشي. توطى كده مسلا اخرك. اخرك. تقدرش تعمل اكتر من كده. طيب. اصبح كده فرق من دي. دي كيام تقريبا ستمية. ستمية يعني. ده المنموم. ممكن تزود عن كده. ممكن نقول خمسة وستين مسلا. هطلع لفوق كم? عايزة اطلع لفوق خمسين. خمسين شير منهم تلاتة يعني سبعة واربعين. يبقى دي كده فرق الارتفاع ما بين المصورتين خمسة وستين. هتضفهم على الاتنين متر ونص اللي عندك. لاي مصورة كطرها متين وخمسين متاخدة من المصورة كطرها متين وخمسين. يبقى انا قدر اقول ان القباية لما اجتلعها خمسة وستين سنتي دايرت على طول. او لو هي اقل ممكن تنزل طبعا لخمسين وكزلك. بقى انا هنا بقدر احدد كل بساطة على البرنامج. بكده بشمسين نكون وضحنا مبعض النقط اللي احنا محتاجين نوضحها من خلال مشروع المستشفى. هتقول لي ليه ان دسا ما كملناش اقول لك لان احنا كده كده هنعيد نفس النقط تقريبيا بس بالرسم الكامل بداخل الادوار بس على مشروع المصنع. فاحنا عايزين نطبق على مشروع بتاعنا ونكمل الشغل فيه ازا كان بالدكت سيستم او بالبايبينج سيستم عشان اكون رسمت معاك المشروع بالكامل وعملنا له شوب دروينج مع اخراج لللوحات وكوردينيشن وكمان نعمل وديمينشن للبروجيكت بالكامل. عشان كده مش هنطول اكتر من كده في النقط التصميمية او التوضيحية الخاصة بمشروع المستشفى. وهننتقل مع بعض ان شاء الله من الوحدات القادمة في الرسم على المشروع بتاعنا اللي هو مشروع المصنع. شكرا لك وشمسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.